نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي على مقار جريدة البوابة نيوز حيث تتواجد زميلتنا العزيزة مريم سميحة اللي حتطلعنا على أهم الأخبار وأهم العنوين والمنشتات الموجودة في كافة الصحف والمواقع الرياضية المختلفة واللي اعتقد ان من أهمها وطبعا ده كان حدث مؤسف جدا وناس كتير قوي من مبارح عملية الكلام على هذه الوقاعة المؤسفة اللي حصلت في الدور المكسيكي مريم أولا صباح الفل عليكي تانيا يا ريت من ضمن العنوين اللي تكون معاكي أتمنى يكون من ضمنها عنوان دي علاقة باللي حصلت في الدور المكسيكي والشغب الجماهيري والمعركة الطحنة اللي دارت أثناء إحدى المباريات هناك وأدت لوفاة 17 من المشجعين اتفضل بصبح عليك يا كريم بصبح عليك يا نهواندو بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل مقار البوابة نيوز طبعا يا كريم هيكون معانا عنوان هام جدا بخصوص هذا الحادث الأليم والحقيقة أننا كمان يمكن الأسبوع الماضي تكلمنا عن أحداث الشغب في الدوري الإنجليزي ولكن يعني من المؤسف أنها كمان تطول الدوري المكسيكي وده اللي هيكون معانا النهاردة أكيد فعلا وإنه ولكن خلينا نبدأ الأول بأخبار منتخبنا المصري طبعا وكارلوس كيراش والبداية من موقع اليوم السابع كيراش يعلن اليوم أسماء المحترفين لمباراتي سنغال في تصفيات المونديال نهاردة طبعا هيعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيراش عن أسماء اللعبين المحترفين لمباراتي السنغال في المرحلة الأخيرة للتصفيات المؤهلة الكأس العالم 2022 واستقر كيراش يعني بشكل نهائي على الخماسي محمد صلاح وأيضا محمد النيني محمود تريزيجي مصطفى محمد وعمر مرموش والحقيقة أنه هو كمان استبعد أو خرج أحمد حجازي من الحسابات ده طبعا بسبب الإصابة كمان يعني يمكن كيراش بيفاضل بين ملعب الدفاع الجوي وملعب بيترو سبورت علشان يستضيف المران الخاص بالمنتخب خلال المعسكر المقبل لمباراتي السنغال وكمان الحقيقة أن منتخب مصر هيخود مران واحد فقط على ملعب استاد القاهرة ده طبعا خوفا من إرهاق ملعب أو أرضية الملعب وطلب كيراش من مجلس إدارة اتحاد الكرة في الاجتماع الأخير عدم إقامة مباراتين في يومين متتاليين ده طبعا يعني خوفا أو للحفاظ على أرضية الملعب قبل مواجهة السنغال يوم 25 مارس الجاري واستجابة لطلب كيراش يعني قال مصدر لليل يوم السابع أنه ستكون مباراة الزمالك والوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا هي آخر مباراة ستقام على ملعب استاد القاهرة ده طبعا يوم 12 مارس الجاري من البوابة سبورت السيتي يحسم ديربي منشستر بالأربعة حسن فريق منشستر سيتي ديربي مدينة منشستر بعد الفوز العريض على ضيفه يوناتد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد مساء أمس الأحد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الاتحاد ضمن لقاءات الجولة الـ 28 لمسابقة البريمير ليج وسجل هداف السيتي كيفن بروين طبعا هدفين في الدقيقة الخمسة وأيضا في الدقيقة الـ 28 ورياض محرز هدفين أيضا في الدقيقة الـ 68 وفي الوقت الإضافي طبعا 91 الفوز رفع رسيد السيتي للنقطة 69 في صدارة الترتيب وتجمد يونايتد عند النقطة 47 بالترتيب الخامس وفي المقابل يعني الهدف الوحيد اللي أحرزه في اليونايتد أو يعني سانشو في الديئة 22 مخصوص طبعا العنوان اللي انت يعني اتكلمت عنه والحادث الأليمة المؤسف يا كريم طبعا عنواننا من الشرق الأوسط الشغب يكتاح الدوري المكسيكي وتعليق مباراة في المرحلة التسعة قررت ربط الدوري المكسيكي لكرة القدم أمس الأحد إيقاف جميع المباراة المتبقية في الجولة التسعة عقب طبعا نشوف بمشاجرات جماعية بين المشجعين خلال مواجهة كوريتارو مع أطلس جواد لخارة أصفرت عن إصابة 22 شخص بينهم اتنين بجروح خطيرة وبدأت الاشتباكات في المدرجات في الدقيقة 63 طبعا من عمر المباراة اللي أقيمت على ستاد كورجيدورا الخاص بفريق كوريتارو أثناء تقدم أطلس بهدف مما دفع المشجعين لإقتحام أرض الملعب ده طبعا لا تفادي أعمال العنف اللي كانت بتتم داخل المدرجات مما تسبب وقف المباراة بشكل فوري طبعا وخروج اللعبين لغرف الملابس وتم الإعلان عن إلغاء اللقاء ثم توالت القرارات بإيقاف مباراة المرحلة وتأتي هذه طبعا يعني أل حادثة لتضر بصمعة المكسيك واللي بتشترك فيه يعني استضافة كأس العالم 2026 مع الولايات المتحدة وكندا والحقيقة أن يعني انتشرت فيديوهات كتيرة جدا مؤسفة على مواقع التواصل الاجتماعي سواء تويتر أو فيسبوك وإنستجرام كمان بخصوص كمان وجود أطفال في المدرجات وفي هذه المباراة والحقيقة أن أغلب العائلات حاولت أن هي تحمي أطفالها يعني من وجود أي إصابات أو فكرة أنهم يتعرضوا لأي خطر ضمن أحداث المباراة وهو ده الحقيقة اللي احنا شفناه كمان وشفنا للأسف يعني مشاهد مؤسفة كمان للمشجعين يعني كان فيه منهم مرمي على الأرض وسيل فيه دماؤه ودي كانت الحقيقة حادثة أليمة جدا شفناها كلنا مباراة وانتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي والحقيقة أن كمان يعني المكسيك طلبت نتحقيق عاجل في هذا الحادث الأليم خاصة أن ما كانش فيه يعني أفراد أمن بشكل مكثف داخل هذا الاستاذ وهو ده اللي هي يعني يشوفه ويحقق فيه كل القائمين على الدوري المكسيكي أخيرا من روسيا اليوم جيرو يعادل رقم إبراهوموفيتش انتزع ميلان فوز بشق الأنفس على حساب نابولي بهدف نظيف على ملعب دياجو مرادونا أمس الأحد ضمن الجولة لـ 28 من الدوري الإيطالي وتمكن أل فرنسي أوليفي جيرو مهاجم ميلان من تسجيل هدف فريقه في شباك نابولي في الدقيقة 49 بعد رقل حرة ثابتة وذكرت طبعا شبكة أبطل الإحصائيات أن جيرو تمكن من تسجيل هدف خارج ملعب فريقه في الدوري الأول مرة منذ 15 ديسمبر 2020 وكان آخر هدف سجله جيرو خارج أرضو كان مباراة شيلسي أمام وولفر هامتن ده طبعا في البرامير ليج ووصل مهاجم الفرنسي إلى الهدف رقم 8 هذا الموسم ليتساوى مع إبراهاموفيتش في صدارة هدف ميلان دي كانت كل العنوين الصحفية الهمة الصدرة صباح اليوم الثنين من داخل مقر بوابا نيوز بشكركم جدا العودة ليكم مرة أخرى احنا اللي بنشكر الجزيزي شكر زمانتنا العزيزة مريم سميحة على هذه التخطية المميزة شكرا لي